السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنقوم بعرض هذا التمرين مع الحل امتحان مع الحل الذي طرح بمدرسة العلية ورقل السنة الأولى الاساتذة اقصد اناليزة وجزاء الله خير انوضح هذا الامتحان اذا سنقوم باشرا بعرض هذا التمرين اذا تمرين اول حلسي بلناف المين والماكس والمتراجحة هذا تقريبا سؤال طوبولوجي يعني فقط مشكلة التمرين الثالثة التمرين الرابع يعني متتالية هذه الان سنقوم بعرض الحل قلنا سنقوم بشرح سطحيا فقط مع الحل الرسمي ابطائنا نظر حل رسمي لماذا حتى تكون للطالب نظرة شاملة وكما قلت سابقا وجزاء الله خير من كل سهمة في وضح هذا الامتحان على المستوى الانترنت يعني مصدره هو قلنا من المدرسة العلية الاساتذة ورقلة اولا ماذا لدينا من خلال التمرين نلاحظ ماذا نلاحظ ان اكبر قيمة هي عشرة واقل قيمة هي اثنان معنى كالكس وايس ينتمي الى ا ستكتب بهذا الشكل معناها محدودة اولا من نسبة المين بما ان اكس اكبر يسي من اثنان فانا المين هو اثنان وايكزيست ويساوي اثنان اللي هو نفسه النف لماذا لان اثنان ينتمي الى ا لكن في الجزء الثاني نلاحظ ان السيب يساوي عشرة ما و عشرة التي تنتمي الى ا معناها الماكس غير موجود وهنا هذا هو الحل باستعمال التعريف فقط يعني وقفوا فيديو ولاحظوا الحل يعني فقط استعملنا التعريف هناك تمرين كثيرة في القناة حول هذا الامر قلنا فقط نريد عرض باختصارا هذا الامتحان السؤال الثاني قال حل هذه المترجحة قيمة مطلقة ل اكس ناقص 7x زي 12 اكبر من اكس مواربع ناقص 7x زي 12 هذه تكون محققة فقط اذا كان هذا اقل تماما من الصف فارضا ان هذا كان اكبر تماما من الصفر معنى تكون متساويتان وهذا غير مستحيل حسب المطلوب في هذا التمرين اذا ومنه معنى هذه ما تتحقق فقط اذا قمنا بحل هذه المترجحة كان معادلة من الدرجة الثانية معنى الحلول يكون لدينا اثنى ثلاثة واربعة ما دخل جدرين عكس اشارة ا وما خارج جدرين نفس اشارة ا ا هنا قال اقل تماما من صفر معنى من ثلاثة الى اربعة يعني يعني يكون سالب هنا يكون اقل من الصفر معنى الحلول ايا من اربعة ثلاثة لماذا الماذا اصغر يستحوين وأنه قلنا اصغر تماما من صفر بسبب التمرين الثالث يعني وقف في فيديو وحاولوا أن تراجعوا فيه هنا تطبيق يعني الطبولوجي يعني هذا مثل هذه أسئلة يدرسه السنة الثانية يعني X انتمي إلى A بار كالكسوة V انتمي الوزنة جدو X هذا يأول إلى V تقاطع A ليسوي الفيت معنا A محتوى A بار وإذا كان كالكسوة V انتمي الوزنة جدو 2 إليكزة إبسينو A انتمي أربليس بحيث هذا المجال يكون محتوى إلى V ومن هنا نستنتج أن يعني A2 انتمي إلى A بار هنا فقط هذا حول الطبولوجي الآن إلى التمرين الرابع يعني هناك ثم وقف في الفيديو حول الانتراج الآن بسبب التمرين الرابع هنا ماذا هنا لسويت نيميريك قال برهن أن A متزيدة ومحدودة من الأعلى ماذا تستنتج متزيدة ومحدودة معناكم متقاربة أحسب بالنهاية نستعمل التعريف إذن ماذا لدينا هنا فقط يعني قلنا الشرع باقتشار A زائد واحد هنا أولا متنقصة يجب برهن عليها متنقصة نلاحظ أن A زائد واحد أكبر من A معناها متتالية متزايدة فقط تعويضات نجد A متزايدة وماذا لدينا من جهة أخرى أن 2ان نقص 1 على 2ان أصغر من 2ان لا الآن نعم دوما هذا يسوي واحد إذن محدودة من الأعلى معناها متقاربة حسب التعريف هنا ماذا نطبق التعريف يعني هناك عدة تمرين مثلا في القناة أعلم أظن إذن للمية A تسوي واحد يعني هذه للمية 2 نقص 1 على 2ان نفرق ونجد إذن للمية واحد في التعويضات فقط هنا تسوي واحد لماذا لأن واحدة الاثنان أصغر من واحد ويعني ينتبه من نقص 1 ويسوي واحد قاعدة السؤال ثاني نطبق التعريف في التعريف ماذا يجب إيجاد أن إبسلون في التعريف يجب إيجاد أن إبسلون يعني بعد التعويضات في الأخير ماذا نجد نجد أن 2ان أكبر من واحدة الابسلون أي 2 أكبر من لوغ 1 على إبسلون معنى ماذا؟ معنى أن إبسلون يسوي لابسلون زائد واحد لماذا نضع لابسلون حتى نضمنه ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ولماذا زائد واحد حتى يكون أكبر من هذه القيمة قمنا بعرض هذا التمرين ذي طلع سنة 2022 يعني باختصار فقط عند رؤية هذا الفيديو حاول أن توقفوا كل مرة هذا الفيديو ورؤية هذا التمرين قلنا فقط كما قلنا سابقا باختصار وذلك حتى ليكون الفيديو طويل ويكون لدينا وقت لوضع امتحانات أخرى لجمعات أخرى إذن شكر لكم على المتابعة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر